سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة والحلقة الأخيرة لعام 2019 من برنامج المرأة المسلمة برحب بيكم وأيضا برحب بكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة المرأة المسلمة في الفيسبوك حلقة النهاردة مسجلة لكن حنكون معاكم على الفيسبوك وعلى خطوط التليفونات وخاصة خط الواتساب المجاني اللي حتشوفوه بيظهر على الشاشة بين الحين والحين خلال الحلقات من خلال الواتساب تقدروا تكتسبو لي رسائل مكتوبة وأنا برد عليكم في خلال الأسبوع أو أيضا تتصلوا الاتصال المباشر وقت الحلقات المباشرة حلقة النهاردة بعنوان أنتم شهودي في حلقة النهاردة حنناقش حلقات برنامج المرأة المسلمة في عام 2019 قدمت إيه والنقطة التانية هي بعنوان شهادتنا مسئولية والنقطة التالتة والأخيرة هي رسالة الله لنا أنتم شهودي كل سنة وإنتم طيبين سنة عدت وسنة جديدة على الأبواب والجديد بيجي بالأمل وبيجي بالرجاء بصلي أنه يكون الرجاء في الله بصلي أنه يكون الجديد في حياتكم خير وبركة ونعمة ورجاء في محبة الله الأبدية ورجاء في معرفة الله الخالق ومحبته ليكم أنتم أبناءه وهدفه أنكم تعرفوا ودلوقتي بقى خلينا نتدور كده يعني ونبص للسنة اللي فاتت يعني مش هنتدور واقعيا لكن بزهنها كده نبص الوراء ونشوف احنا قدمنا إيه في السنة اللي فاتت وانا بعمل كده يعني لي أنا كمقدمة ومعدة البرنامج ده اتعلمت كتير من اللي ربنا علمه لي والرسائل اللي هو ادهالنا كلنا كفريق ليكم انت كمان وانتي كمان وانتو بتسمعونا النهاردة حط كده يعني خد نظر الوراء السنة اللي فاتت كان فيها ايه في حياتك يستحق الوقوف أمامه كان فيه ايه حقائق الله كان عايزك تعرفها وانت تغضيت عنها أو يمكن أخدتها وغيرت حياتك ازاي فيعني خلينا كده نظرة أخيرة على السنة اللي فاتت وفي كل سنة بقول لكم تقريبا نفس الفكرة بس السنة دي ربنا اداني ليها يعني إطار آخر الفكرة انه بين النهاية والبداية خطوتين الخطوة الأولى نظرة ومراجعة والخطوة التانية دايما بتكون قرار قرار مسنود بالأمل وبالرجاء وانا يعني النهاردة حاخد معاكم الخطوة الأولى وفي الحلقة الجاية نتكلم عن الخطوة التانية واللي ربنا عايزوا لينا في السنة الجديدة هنكمل المسيرة للبدايات الجديدة في سنة 2020 لكن 2019 احنا قدمنا لكم فيها 49 موضوع مختلفة 49 حلقة مختلفة أغلبها كانت قصصكم انتم واللي بيحصل في حياتكم انتم اليومية من منظور العالم ومن منظور الله القدوس يعني ايه؟ يعني الأحداث اللي مريتوا بيها طول السنة احنا يعني حطناها في حلقات وفي أفكار وفي شهادات وأمور كتيرة جدا هعددها لكم دلوقتي لكن الفكرة دايما انه احنا واحنا عايشين في العالم بيبقى عندنا فهم من منظور العالم يختلف عن فهم الله القدوس لوضعك واختياراتك وازاي انت عايش وازاي لازم تكون وفي كل حلقة من حلقات المرأة المسلمة احنا قدمنا لكم الفكرة بالشكل ده انت عايش في العالم بتعمل ايه؟ اختياراتك ايه؟ والله القدوس عايزك تعيش ازاي؟ أكذيب الشيطان وحقائق الله المحب في حياتك قدمنا لكم شهادات عابرين وعابرات زي الاختسالي اللي هي من خلفها مسيحية لكن كانت عابرة في حالة اسمها عابرة من نوع آخر لانه الله عبر بيها من علاقة بردبي لعلاقة شخصية قوية قادتها في خدمة حياتها الاختسالوة والمحطة الأخيرة في حياتها الفرصة الأخيرة اللي أخدت فيها معرفة المسيح فغيرت حالات حياتها وحياة عائلتها وخدمتها أيضا شهادات الكتير من الناس اللي اتصلوا وأنا بس باخد يعني لمحات مش كل العابرين هتكلم عنهم ولكن في كتير من العابرين والعابرات اتصلوا بالبرنامج في وقت الحلقات يقولوا المسيح غيرني أنا كنت خاطي أنا كنت خاطي أنا كنت مريض أنا كنت تعبان المسيح غيرني وأنا فرحان حتى في وقت الصعوبات وأنا فرحانة حتى وأنا مقدرش أعيش حياتي مفتوحة في بلدي ولكن أقدر أعيش حياتي مع المسيح سمعنا اختبارات زي كده في اتصالات المشاهدين والمشاهدات كتير وده المهم بالنسبة لنا إن احنا نسمع شهادات تغيير حقيقي ينتج تغيير حقيقي في قلبك وحياتك فتستطيع إنك تكمل رسالة الله في حياتك في جزء تاني اتكلمنا عنه يمكن هو يعني الجزء الأكبر للأسف من مواضعنا مقاسي ضحايا متعددين للثقافة الإسلامية مشاكل المرأة الموجودة في المجتمعات الإسلامية اتكلمنا عنها بصور متعددة كبيرة جدا من أهمها مثلا المرأة والطفل الحقيقة من أهم الحلقات اللي قدمناها في الموضوع ده وأنا بشجعكم إنكم ترجعوا وترجعوا بعض الحلقات دي وتشوفوها مثلا حلقة الشيطان يغتصب البراءة من أصعب الحلقات كانت علي وسببت لي ألم شديد جدا إنك تشاهد طفلة سانتين بتتضرب ضرب مبرح من أبوها ويبرر الأمر على إنه أبوها حقه ومرجعية ده في الإسلام وعدم فهم المجتمع للجرم الكبير اللي عمله الأب ده إنه لا يصلح إنه يكون راعي للأبناء دول ولكن مع ذلك لإن الثقافة الإسلامية تجيز إنه يعمل كده ولإن الإبن ملكية للأب ولإنه الأب لا يعاقب بالإبن في الإسلام يعيش والولاد يعيشوا بألمهم أو ما يعيشوش قدمنا قصة إسراء غريب وكانت الحلقة باسمها تكريما لها وإكراما لإنها يعني آست وعانت كتير ولكن كانت أيضا تكريم للمرأة الفلسطينية اللي وقفت وقالت وتكلمت وطلعت على المنابر وطلعت على الصحافة وغرادت على التويتر وما سبوش قصة إسراء تعدي قصة إسراء وجرائم الشرف اللي مرجعها إن البنت عار وإن البنت ملك وإن العار لازم يتغسل مرجعية إسلامية موجودة ولكن اللي وضع في قلب هؤلاء الرجال إن البنت شيء والإسلام قصة زي قصة الأميرة الهربة قصة الأميرة الهربة من قبضة التراث الإسلامي الأميرة لطيفة واختها الأميرة شمسة وبعدها الأميرة هاية كل دول عانوا معاناة غير عادية لإن التراث الإسلامي يعلم الحاكم إنه يحكم حتى في رقاب الناس وإنه المسطور اللي الناس مششايفة ما يدرش ما ده ما أقدر أخبي الحقيقة و أظهر للعالم بصورة الراجل الكويس الخير كده لكن في الواقع هؤلاء الأمراء اللي بيروحوا يقابلوا حكام العالم المتحضر في واقع حياة المرأة حتى أبنائهم وبنتهم حتى بنتهم بيكون واقع مرير جدا لإنه مزالت المرأة عار ونقصة وملك وكل ده ما نقدرش ننكر المرجعية الإسلامية في كل ده رعف محمد وقصص الهاربات إلى الحرية دي كانت بقى يعني بداية الدربات الكثيرة الموجهة للسعودية في الوقت ده والموجهة أيضا للدول العربية عموما إحنا السعودية ظهرت على الساحة لأنه هي اللي كانت في المركز في الوقت ده لكن الواقع إن البنات كانوا بيهربوا من الكويت ومن البحرين ومن اليمن ومن أماكن كتيرة جدا لأنهم تحت طائلة العرف الإسلامي والثقافة الإسلامية وسيطرة الولي وتحكم الذكور فيهم اللي هو حسب العرف الإسلامي ما ينفعش إنها تتحرك ولا تعيش ولا تتنفس ولا تتجوز ولا تتصرف فلوسها ولا تعمل أي حاجة من غير واحد رعف محمد وقصتها حركة الميديا كلها في العالم كله كانت سبب في كسر الحواجز اللي حصلت في السعودية مهم ما كانوا اتحطوا قدام موقف يعني نكسر الحواجز ونبان إن إحنا فاتحين الأبواب نبان ودي نبان بقى يعني إيه؟ دي النقطة المهمة في الموضوع نبان برا إننا بنضع قوانين وجوه إحنا عارفين إن القوانين غير عاملة غير مفعالة واتكلمنا في الموضوع ده في حلقة إمبارحة الأسبوع الماضي أيضا مقاسي فتيات دور الرعاية وحلقة الشريط الأبيض اللي خصصناها لبنات دور الرعاية والمناداء بإطلاق هؤلاء البنات والسيدات اللي بقى لهم سنين محبوسين في دور الرعاية بلا فرج مفيش ريحة للفرج في حياتهم لإننا سمعنا زي ما سمعنا الأسبوع اللي فات كده أهو قالك أنتو بتصدقوا القوانين دي دي حاجات بس على الورق لكن الواقع بيقول غير كده أيضا تابعنا معاكم أحداث الساعة الهمة وقدمنا الفكر الكتابي اللي بيساعدنا نفهمها ونحتملها ونغير من واقعنا معتمدين على قوة الله في حياتنا زي أحداث الاضطهاد للعابرين والاضطهاد للكنيسة عملنا حلقتين عن كنيسة الجزائر والعابرين والعالم عملنا حلقات بنتكلم فيها عن موقف الجزائر من الكنيسة ولكن موقف الكنيسة من الجزائر ومن البلد ومن الحكومة الصلاة الوقوف بسلام المحبة ولكن المطالبة بالحقوق البديهية اللي بيمنعها ومعانها الإسلام حلقات متعددة عن التمييز ضد المرأة والعدد الأكبر من الحلقات الحقيقة كان عن شخص الله لأنه ده اللي بيعمل الفرق وإزاي نقدر نعيش مع الله وإزاي نقدر نصحح مفاهيم خطئة عن شخصه وإزاي نعيش حياة مقدسة معاه فعملنا مثلا حلقة عن الطاعة كيف قطيع الله اتكلمنا فيها عن معنى الطاعة الحقيقي والطاعة اللي الله عايزها ومن هو شخص هذا الإله اللي عايزك تطيعه باختيارك وفهمك وتغيير القلب ليس الشكل اتكلمنا عن شخص إله دار وقلنا إنه هذا الدار لا ينفع في حلقة الدار لا ينفع وتكلمنا عن إنه الله لا يمكن يجمع بين الظلمة والنور فاللي بيتكلم عنه القرآن مش إله ولكن هو ضد الله اتكلمنا عن حياتك وحياتي كمؤمنين النهار ده عبرين عبرات مؤمنين في الكنيسة وتكلمنا عن الإيمان الميت يعني إيه إيمان ميت يعني إيه الإيمان اللي بيقدمه لنا الإسلام كان بيقدمه لنا الإسلام في حياتنا ده إيمان ميت لا يمكن ينتج شيء حي نقدر نعيش بي مبادئ توصلنا أو أمور توصلنا إلى الحياة الروحية الحقيقية اللي فهم شخص الله ما ينفعش فلن يثمر فينا لكن الإيمان الحي هو اللي بيغيرك شخصيا اللي إحنا لازم النهار ده نكون عايشين ونبقى عارفين إنه بالإيمان الله يغيرني كل يوم بالإيمان الله ينميني كل يوم بالإيمان الله يجعلني أحتمل وأتطور وأكون على شبه ومثال وحقيقة كل يوم كلمنا عن الله ومحبته وبالمقارنة بالولاء والبراء في الإسلام وهكذا المهم أنا النهار ده يعني ليه وقفة قدام اللي قدمناه في السنة اللي فاتت ليه بعد لكم بعض يعني قلتلكم احنا عملنا 49 موضوع قدمتلكم منهم لمحات ليه؟ لأن اللي قدمناه هو شهادة على العصر اللي إحنا فيه السنة الماضية قدمنا لكم أمور خاصة جداً بحياتكم اليومية هي تاريخ وتأريخ لعصرنا حيبص عليه أبنائنا إذا كان من ناحية المجتمع الإسلامي إذا كان من ناحية مجتمع العابرين إذا كان من ناحية الكنيسة إذا كان من ناحية تطورنا إحنا مع الله إذا كان من ناحية ارتداد المجتمع إلى العصور الحجرية كلما زاد فيه الإسلام كلما زاد فيه الجهل أولادنا حيبصوا لده ويشوفوا إزاي تغيرت المجتمعات أو لم تتغير أولادنا حيدرسوها ويتعلموا ويغيروا مش من الناحية العملية فقط لكن من الناحية الروحية وده الأهم ده الأهم ما عندي دلوقتي أنتوا حتفاجئوا بقى بكم الأحداث اللي مرينا بيها وأنا بعرضها لكم وقد إيه منها أنتوا نستوها هتكلم عن اللي فات دلوقتي ولكن انتبهوا أنه اللي هقدمه لكم النهاردة ده علشان نفتح عينينا الرب يقول لنا في الكتاب كده يعني أنه إحنا لازم نكون عندنا عيون نشوف بيها الحقيقة العميقة اللي تحت اللي العادو عايز يستره وأذان نسمع بيها لصوت الله اللي يرشدنا إزاي نصلح إزاي نعيش معاه إزاي نقود الجميع لله لشخصه علشان كده أنا عايز أقول لكم أنه شهادتنا مسئولية شهادتنا لله وشهادتنا على العصر مسئولية مش بتكلم عننا إحنا كقناة الحياة فقط ولكن أنا بتكلم عنك أنت وإنت كمؤمن ومؤمنة كإنسان وإنسانة أنتم محتاجين أنكم تكونوا مسئولين أمام الله أولا النهاردة هنستعرض يعني إيه شهود يعني إيه أكون شاهد أو شاهدة على العصر معنى شهود ليه تلات معاني مهمة هتشوفوا إن إحنا هنستعرض الكلام ده من خلال حاجتين شايفين الصورة اللي قدامكم هنا هي صورة صفحة المرأة المسلمة وإحنا هشرح لكم دلوقتي ليه أنا يعني حطت الصورة دي علشان تعرفوا إنه العمل لازم يكون متكامل من جهات كتيرة خليني الأول أرجع أقول لكم يعني إيه شهود فيه هاخد تلات نقاط مهمة في المعاجم كلمة شاهد وشاهدة وشهيد وشهود ليها معاني كتيرة جدا لكن أنا أخذ منها حاجات محددة مرتبطة باللي نقدمه النهاردة شخص شاهد الحدث يعني هعيشه وده إحنا وإنتوا إنتوا بتعيشوا الأحداث على الأرض وإحنا كمان بنعيشها معاكم فإحنا شاهدناها كنا فيها موجودين فيها معظمها إنتوا بتعيشوها وبعضها إحنا كمان بنعيشها وشخص شاهد على الحدث المؤرخ شاهد على صحته يشهد على العمل اللي حصل فيه أو اللي ما تعملش فيه أو الأذى اللي فيه أو الألم اللي فيه ده كاتب التاريخ بيكتب الأحداث زي ما هي مثلا ده مثل يعني وشخص شاهد حتى الموت لأنه شاهدته وحدة هي ليسوع المسيح شخص شاهدته هي شهادة مستمرة لا تتغير لا بالظروف ولا بتغيرات المجتمع ولا بتغيرات الاضطهاد أو عدمه لأنه هدفه الحياة للمسيح وده إحنا وكل المؤمنين شاهدتك وشاهدتي على العصر هي شهادة على العمل الشيطاني ولكن المسئولية الأولى هي كلمة الله في حياتنا وده اللي إحنا بنقدمه للناس نشهد إننا إلى آخر نقطة في حياتنا في دمنا نكون شاهدتنا هي لمجد اسم الله الأول شاهد على الحدث وعاشه ودي قصصكم وحياتكم زي ما قلتلكم ومعاناتكم أنتو وإحنا شفناها وعشناها وبنتكلم عنه كل يوم عدة مرات في اليوم من خلال صفحة المرأة المسلمة اللي أنتو شفتوها دي وهنا بقى هقف بكل محبة واحترام وإجلال لفريق العمل اللي أنا بشتغل معاه بصراحة كل سنة ما عنديش يعني أنا قلت الحلقة دي مش هعيد بس برضو ما فيش فايدة كل سنة بقف في الآخر وقول له رب أنا بشكرك لأن عندنا فريق عمل مليء بالحب لك متفاني في العطاء لبعضهم البعض الفريق اللي معايا في الستوديو اللي بقى لهم سنين بيعملوا معايا من البداية واللي انضموا لينا أخيرا واللي لسه حينضموا عندنا ناس بتحب الله وبتعمل من أجل الله القيادة في الخدمة اللي بتعدد بكل المستطاع مهما كان العيلة الوحدة العيلة الوحدة أنا بشكر كل واحد فيكم على تعديدكم ومجهودكم الجزء الثاني بقى فريق السوشيال ميديا عندنا فريق رائع للسوشيال ميديا على كل صفحات قناة الحياة مش بس المرأة المسلمة الفريق ده بيعمل العمل المكمل للبرامج كلها وده من خلال المرأة المسلمة مثلا أنا بشتغل مع الفريق ده كل يوم بنكلم بعض أو ما بنكلمش بعض بنبعت رسائل بعض لبعض كل يوم أحيانا طول اليوم كل الأدمنز اللي بيردوا عليكم وبيحولولي الحالات والطلبات والأسئلة كل الناس اللي بتصلي واللي بترفعكم في الصلاة وهم بيشتغلوا وكل الناس اللي بيقطعوا البرامج ويحطوا البوستات أنا بقول بكلمكم وأنا عارفة أسامي في ذهني وفي قلبي بشكرهم من كل قلبي وبردوا عليكم على مدار 24 ساعة بقول لكم يا أخواتي ورجال ونساء الله اللي خلف هذا العمل كل عملكم مقدم لمجد الله وأنا شكرا لكم جميعا بكل محبة وبكل إخلاص أنتم بركة كبيرة وأنتم الجزء الأكبر من العمل ومحبتكم وإخلاصكم للرب واضح أمامه وواضح كمان لنا كلنا الرب يبارككم جميعا قدمت لكم بقى النقطة دي فرصة لي أشكر إخواتي وأفتخر بعمل الرب فيهم اللي كله لمجد اسمه لكن يعني النهاردة أنا هستخدم صفحتنا على الفيسبوك اللي رصدت لكم مواضيع أكبر كتير وأوسع كتير من حتى اللي قدمناها على البرنامج فكانت عامل مكمل رائع للمواضيع اللي قدمناها لكم وكانت الحقيقة بمثابة رصد الأحداث الساعة هنا بقى بيجي دورنا المكمل يعني لنا كلنا كأولاد الله إن احنا نكون شهود على العصر فمن خلال البرنامج ومن خلال الصفحة دي شهادة على العصر في اللي قدمناه لكم على الصفحة بيعتبر زي إيه يعني هي مش بس أحداث لكن بيكون في زواهر كمان قدمناها بتكون في المجتمعات الإسلامية الزواهر دي ليها أسباب ونتاج ونتائج فظهور الإسلاميين والحكومات الإسلامية كان ليه رد فعل يعني شديد على المجتمعات العربية من ضمن هذه الردود الأفعال يعني أني ممكن حطوها من يومين ثلاثة على الصفحة هي صورة بتقول أنه حصل فقدان للثقة في الأحزاب الدينية في العالم العربي وأنه عملوا بحث بيبحثوا فيه بيشوفوا يعني هل أنتم ما زلتم بتسقوا في القيادات الدينية عايزين القيادات الدينية تستمر وأنه على مر السنين اللي فاتت كان النسبة بتتراجع بشكل كبير لدلوقتي أنه نسبة 40% بس اللي بتقول أيوة يعني إحنا لسه عندنا ثقة في الأحزاب الدينية 60% من العالم العربي لا يثق في الأحزاب الدينية دي يعني ده حدث كبير ولكن أعتقد أنه الأمر كمان يعني أقل كتير من ال40% بس حتى لو كان هناك رصد لهذا الأمر دي ظاهرة لازم نتابعها وحنستمر نتابعها معكم فيه زواهر يعني أو أخرى الحقيقة يعني كان من أهم الحاجات اللي شفتها في الفترة اللي فاتت إنه فيه انفصال أخلاقي في المجتمع فيه انفصال في إنسانية المجتمع الإسلامي وإنه الإسلام بقى بيحدد مظاهر الإنسانية بشكل مختلف عن العالم كله فمثلا قصة الأستاذ أحمد حرقان أحمد حرقان النهاردة يعني داخل فيه يعني أنا مش عارفة الحقيقة مش أدري أفتكر كم يوم ولكن أيام عددها كبير يعني حاجة وخمسين يوم وهو منقطع عن الطعام مضرب عن الطعام لأنه مونع من حقه إنه يمارس حقه الطبيعي يسافر يتجوز راجل عايز يسافر يتجوز ويعيش مع امراته بأمان الله ومش عايز حاجة من حد وما كانوش نشاطات سياسية كبيرة ولا أي حاجة ولكن المسألة إنه التضارب في المجتمع مجتمع بيقولك إحنا عايزين نغير الخطاب الديني وبعدين يروح ما يسألش عن أحمد حرقان ويعمله مثل للملحدين بطريقة مختفية كده يعني مستخبية أين الإنسانية؟ أين من يتكلمون عن حقوق الإنسان اللي مننا؟ طب أحمد حرقان في مصر ما فيش في مصر ناس قلبها واجعها على الناس اللي بتتظلم من غير من غير يعني جرم غير إنه اختار غير الإسلام أحمد حرقان وضح صورة انعدام الإنسانية في المجتمع الإسلامي مين في المجتمع العربي بيتكلم عن أحمد حرقان؟ مين؟ يخافوا مين في المجتمع الإسلامي؟ من شيوخ الإسلامي يقولك يا جماعة يعني ادولوا فرصة للحياة ليه ما نقدرش؟ سؤال مطروح ومازال مطروح حكاية أحمد مازالت ماشية لكن عارفين مين اللي بيصلوا من أجله؟ المجتمع المسيحي لأنه أنا مش مسئوليتي إن أحمد يكون مسيحي أنا مسئوليتي إن أنا أصلي من أجله إن أنا أعين كل محتاج إن أنا أصلي من أجله كل مكسور إن أنا أقف بجانب كل إنسان حتى يكون له حق في الحياة فيبقى عنده فرصة إن الله يوصلي الأخلاق بقت يعني موازنها مختلة بقى فيه موت للمشاعر الإنسانية الطبيعية اللي عند البشر كلهم بنتكلم على إنه فيه انفصال في المجتمعات الغربية وإنهما يعني ما فيش ترابط أسري وما فيه فيه ترابط إنساني لو أحمد حرقان عايش في دولة غربية كانت المجتمعات الدولية كلها اجتمعت حواليه قدام بابه بكاميرات وناس بتهتف إنهما يجبوله حقه بس إحنا لأ المشاعر الإنسانية الطبيعية تغيرت بسبب التعليم الإسلامي شوفوا يعني الصورة اللي جاية دي الأستاذ تامر عمين الصورة دي يعني هو قال التصريح ده لما حصل إنه ولدين دخلوا يبيعوا شوية حاجات في قطر وقام المسؤول في القطر رمى واحد منهم من القطر والقطر ماشي والولد مات ولد غلبان بيجري على لقمة كلها ويأكل عيلته فالأستاذ تامر أمين يعني بكل جراءة يقولك طب هو إيه اللي ركبهم من القطر الفي آي بي ورئيس القطر مش غلطان لأنه كان بيؤدي عامله يعني شوف الجراءة وبعدين يقف يعني ما سمعناش مثلا إنه اعتذر أنا هنا مش هدفي تامر أمين لكن تامر أمين بقى مثل لمجتمع بيقول كلام عشان شهرة وبيوزن الأمور على حسب حساباته الشخصية مش حسابات الله والإنسانية والمحبة والعطاء والاحتياجات الناس اللي حواليه الجهل أساس في الثقافة الإسلامية تامر أمين شخص متدين جدا واضح بيتكلم باسم الإسلام دايما كل كلامه عن المرأة محفوف بالفكرة الإسلامية هو تربى كده إذن هو صوت للمسلمين النهاردة مجتمعاتنا تغيرت لأن الإسلام طفح عارفين يعني إيه في صورة كده يعني دايما بتيجي بزهني إنه لو لو حطيت مواد سامة في حتة أرض وغطتها هتطرح مواد سامة هتطلع على الأرض كده شوية مواد سامة أي حاجة تحطها فيها هتموت لكن لو حطيت حاجة يعني زي غذاء للتربة في حتة تربة جيدة وحطيت فيها بزرة هتطرح شجرة جميلة وورد وأشجار وكل حاجة تحطها فيها هتطرح كويس الإناء ينضح بما فيه واللي فيه سم اللبن مسموم فاكرين الفيلم ده اللبن مسموم الإسلام فيه سم قاتل بصوا للصورة اللي جاية دي سورة نوتريدام حدث كبير نوتريدام دي من أعرق الكنائس في فرنسا ويعني حاجة أثر سياحي ومعماري وتاريخي وديني ويهم وثقافي ويعني يهم العالم كله الكل وقف كأننا مثلا قدام 9-11 تاني يعني كل واحد يده على قلبه وحزين مش لأنه أثر ديني فقط لأنه ثقافة وحضارة وشعب يعني وانا بتفرج على الحريقة كنت بقول أنا مش عارفة أحس إزاي الفرنسيين إزاي وقفين بتفرجوا على جزء من حضارتهم بتحرق يعني لو قلت لو حرقت الأهرامات طبعا المسلمين مش هيهمهم حرق الأهرامات لكن مصريين هيهمهم حرق الأهرامات كل العالم اهتم إلا المسلمين فيطلع لك واحد كده اللي هو طبعا يعني على الأصل دور يعني يقول لك ما أجمل احتراق الصليب منتهى الجراءة ومنتهى القسوة ومنتهى الظلام ودائما ما تكون خلفية الظلام سودة كده شفنا في السنة اللي فاتت موضة اسمها موضة قص شعور البنات في المدارس وفي الشوارع إزاي بناتنا يبقوا ماشين في الشارع لما كنت امشي في الشارع وحد يعاكسني كان ألف واحد يقول له اتلم يا واد عيب النهاردة لا اللي يعاكس واحدة يتلم معاها عشرة علشان اللي يطول حاجة يمسكها لكن مش بس كده البنات وهم ماشين في الشوارع لأنها بس شعرها معمول دي الحصان ولا ماشي بشعرها لا واحدة في المترو تروح أصلها شعرها بمشرك ومش بس كده لا تعورها كمان أنا هشلك دي للحصان اللي انت ماشي بيه ده وحسيبلك معاها قطعين ثلاثة تفتكريهم المنقبات والمحجبات في الشوارع بيعملوا كده لكن توصل انه المعلم اللي يقول لك كده المعلم ان يكون رسول لا ما كانش على اي حاجة يحلق شعر البنات بنت انتوا شايفين يعني الفصل مثلا لو كان هو ده الفصل بتاعه بنات صغيرة يعني اعدادية مثلا لو يعني لو كبرت هتبقى اعدادية ولو كانت في سانوي وراحت المدرسة مش محجبة يحلق لها شعرها بمشرت ايه داعي نعمل كده هل ده قانون الدولة لا ده مش قانون الدولة ده قانون الاسلام انا لازم اربيك علشان خاطر ما تعملش حاجة ضد الاسلام وعارف انه عنده سند في العمر هو عارف انه عنده سند للامر ليه الاخلاق بتتدهور في المجتمعات الاسلامية لانه المجتمع يساند الفكر الاسلامي ايا كان عايزة اديكم مثل بسيط في الاسبوع اللي فات او من كم يوم كده حصلت الحادثة في القاعدة الحربية الولد السعودي اللي رايح يتدرب في القاعدة الحربية في امريكا قام وراح مقتله كم واحد تلات اشخاص وكده وتقتل هو مات وبعد كده قالوا انه يعني دي حاجات لقوها فعلا انه كان بيتفرج على حاجات لبن لادن وانه هو حط عبارات من بن لادن بتتكلم عن كراهيته للامريكان والحروب اللي عملتها امريكا وكل ده فرح اي مقتل الناس عمه بقى قالك ايه قالك ده انسان كويس عمه في السعودية واحنا ما نعرفش عنه اي حاجة الا انه هو انسان كويس وانه هو لا يحكم عليه الا الله ما يقدرش ابدا يقول انه غلط لانه ما غلطش بالنسبة له هو قمقت الكفرة لانه حتى لو ان السعودية علانية هتدفع للناس دول لكن الاسلام في الداخل يعدد مثل هذا الارهاب الفكر الاسلامي يعدد مثل هذا الارهاب علشان كده الاخلاق بتتدهور انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب دي فكرة اساسية في الاسلام اكي اللي هي ايه انصر اخاك ظالما كان او مظلوما بس الواقع انه الاعمال دي والاشخاص دي والافكار دي موجودة في الكتب الاسلامية اللي احنا عمالين نقول نضافه الكتب نضافه الكتب مش نضافه الكتب يجب ان يلغى الفكر الاسلامي من يعني من من قاعدة التدريس ومن يعني يجب ان يلغى تماما لانه فكر شرير الحاجة الحل اللي فيها نقطة سم هي سم كلها في السنة دي وقفنا عند الكثير من الاحداث الهامة في دول اسلامية مختلفة شفنا مظاهرات وانتخابات وتغييرات جزرية كبيرة جدا لكن كمان شفنا تراجع كبير اللي امامنا ده هو رئيس تونس اليوم لما نراجع اللي حصل في تونس هنلاقي انه فيه تدهور كبير انا الحقيقة ببقى ساعات بعمل حلقات انا عملت حلقة مرة وقلت كان اسمه يمكن السنة اللي فاتت السيارة ترجع الى الوراء حاجة كل مرة بحضر حلقة فيها الحاجات دي ببعايز اقول احذر السيارة ترجع الى الخلف هو كده اما نراجع هنلاقي انه فيه تدهور غير عادي في تونس تونس اللي المرأة فيها وقفت وغيرت قوانين تونس اللي المرأة فيها اخذت حريتها ومسكت مناصب في مجتمعها ووقف جنبها رئيس كان مع حقوق المرأة ومع الانسانية وتكلم صراحة انه الدين دين انتوا عايزين تعملوا كده طبقوا انتوا بس سبونا احنا نحرر المجتمع فييجي النهاردة الرئيس الجديد اللي طبعا يعني اول حاجة يعني يتمطع كده ويعملها انه هيدخل القرآن ورفع الادان داخل القصر الرئاسي ومش هدخل كحوليات برافو عملت ايه حضرتك تدخل القرآن ورفع الادان هذا الرئيس مش عارف يفصل بين البلد اللي هيحكمها حسب القانون ولا هيحكمها حسب الدين بعد كده هيدخلك الادان جوه جوه البيت كل واحد مفروض عليه اقفله المحلات بقى السعودية بتفتح المحلات وانتو بتقفله المحلات وقت الصلاة يعني يعني ده اللي جاي شوفوا الصورة اللي بعد كده في تونس الخبر ده انا قلته لكم قبل كده لما قدام الجامعة بيقولوا لهم السيئل بنت اللي هتبقى تتمسك قدام دار المبيت مع اي حد من الجنس الاخر ايا كانت درجة قربته هتحاسب هيتخذ ضدها اجراءات قانونية التحكم في خلق الله لانه البنت ما ينفعش تعمل حاجات معينة في المجتمع ده احنا هنقفلها احنا هنضلمها عليكم شوفوا يعني التراجع الكبير في حياة التونسيات النهار ده انا يعني عايزة اقول حاجة انه انا عندي ثقة كبيرة في النسويات التونسيات واللي عملوه وال الاميال اللي اطعوها في التقدم انا متأكدة انهم هيقدروا يغيروا ده وانهم هيقدروا يواجهوا ده بالعلم والفكر والثقافة والايمان وانه هم عارفين الحق فين ومش هيسكتوا الجزائر بقى يعني احنا شوفنا في الجزائر تراجع كبير برضو لما شوفنا موضوع انه قفل الكنائس في الجزائر يعني احنا قضينا اسبوعين ثلاثة الكنائس بتتقفل كل يوم وبعنف شديد جدا والمؤمنين بيتحطوا في سجون وبيتحسبوا وبيتحقق معاهم وبيتضربوا جوا الكنيسة وهما بس وقفين بيصلوا لكن شوفنا موقف العابرين وهما بيصلوا من اجل الجزائر النهاردة في الجزائر فيه مرشح رئاسي بيواقف يعني ادخلوا على صفحتنا بقى على الفيسبوك هتلاقوها موجودة هو فيديو وهو بيقول فيه انه هو حيدي باكالوريا لكل واحد يحفظ القرآن عشان يطلع يبيع ايه اللي بياخد باكالوريا دي هيشتغل بيها ايه يعني مقرئ ولا ارهابي المشكلة المشكلة انه فكرة حفظ القرآن انت لا تعلم السموم اللي انت بتضعها داخل الناس بتعلمهم ايات ارهابية ايات عنصرية ايات بتتكلم عن كل ما هو ضد الله تراجع كبير شوفوا الخبر ده مضحك شوية اللي هو بتاع برونوي الملك او السلطان معرفش اسمه اعتقد انه سلطان برونوي قال انه احنا هنطبق عقوبة الاعدام والرجم على المثليين وهتطبقوا الشريعة وقطع الايد والقدم وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فراحوا عاملين ايه طلعوا القرار ده راحت الدنيا كلها مقطعهم كل العالم المتحدر راح مقطعهم والسياح ما بقاش يروحوا فرجع في كلامه يعني ده بيقولك انه تطبيق الشريعة الاسلامية يعني غير مقبول في شرع العالم كله ولكن تطبيق حرية الانسان واحترام انسانية الانسان هو ما يرتقي بالمجتمعات يعني المجتمعات عموما شفنا في الفترة اللي فاتت وصلينا مع الناس اللي في وسط المظاهرات مظاهرات لبنان العراق ايران بعض الامور اللي كانت حصلة في مصر كنا بنصلي من اجل السلام لانه طبعا يعني من اهم الحاجات الظهرة على الساحة واكترها عنفا هما العراق العراق وبعدين ايران العراق الناس بتموت في الشارع كل يوم ولا حيات لمن تنادي فاحنا عملنا حلقة خاصة وعايزين نكمل نصلي انه الحركات دي لا تنكسر بالارهاب ولكن بالحرية السودان ايضا واللي حصل فيها الحروب اللي كانت في اليمن تكلمنا عن كل الامور دي وصلينا من اجله كلما دخلوا في عمق الاسلام كلما زاد الجهل وترجعت الاخلاق وهنا بقى عايزة اقف عند موضوع الارهاب الاسلامي شفناه في السنين اللي فاتت باشكال كتيرة لكن الاصل واحد في السنة اللي فاتت اتكلمنا عن كوارث داعش وغيرهم من الارهابيين والسنة دي اتكلمنا عن سقوط داعش وصوره الكتيرة يعني موضوع سقوط داعش بالذات طول السنة كنا بنتكلم عن نساء الدواعش ومشاكلهم لما خرجوا رجال ونساء وكل دي تركة من الضحايا اتكلمنا في حلقات متعددة عنهم الناس اللي محتاجين تأهيل واعادة يعني اذا كان في امل لاعادة الحياة ليهم مرة اخرى واعادة الفهم ليهم مرة اخرى صدقوني مش هيكون الا المسيح اللي ينظف كل ما وضعوا الاسلام في داخله شفنا موت البغدادي بس شفنا عاش المدمر مات البغدادي وعاش المدمر زي كده فكرني وانا بكتبلكم ده النهاردة انه ايه مات البغدادي عاش المدمر مات محمد وعاش ابو بكر وغيره مات ابو بكر وجل وراه وهكذا سلموا واستلموا لما مات محمد كان يعني عمله كم غزوة قد كده قتل له كم الف واحد قد كده جي ابو بكر قتل الالاف ومن بعده كل واحد عاش عاش على حساب ملايين الرؤوس لسبب ما غزوات فتوحات وتسموها كما تسموها يعني لكن الصورة اللي كانت واضحة مات البغدادي جي المدمر اللي هيجي اللي يعني بالمصري يعني نقولك ده اللي هيجي اللي أن يلمنه مات محمد وجابه بكر وحروب الردة والناس اللي ابتدى بقى إيه سلسال القتل في الإسلام مئات الملايين قتلوا على أيدي حكام المسلمين داعش وتركة الضحايا هم اللي لازم العالم كله ينظر ليهم اليوم وإحنا قدمنا ده في حلقات قبل كده خاصة النساء والأطفال والرجالة اللي محتاجين إعادة التأهيل الناس دول اللي لسه عايشين في مخيمات أو الأطفال اللي مش عارفين يرجعوا لأهليهم الأصليين أو الأطفال اللي عايشين في ملاجئ ومحدش عايز يتبناهم ده مراث داعش مراث الإسلام الحقيقي يجب أن احنا ننظر إليهم نصلي من أجلهم نعد أنفسنا لأن اللي جاي حيكون أصعب هي بص الحاجة يعني احنا بنعيش حاجة يحصل تحسين شوية وبعد نرجع نقلب تاني لأن السم مازال موجود في التربة حتى لما بنشوف تغيرات زي كده تغيرات السعودية النهاردة عندك الخبر ده برضو موجود على صفحتنا بيقولك تغيرات السعودية إلغاء الفصل بين الجنسين في المطاعم يا حلاوة وبعدين يعني شفتوا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن كل التغيرات الظاهرية دي لكن الستات بيقولوا ايه في البلد البنات عايشين ازاي في البلد الولاية اللي ترفعت بتتحقق ولا لأ الأبواب القوانين اللي اتغيرت بتطبق ولا لأ يا ترى موضوع انفتاح المطاعم دي على الجنسين حيتسبب في موت كام واحدة اللي هيدخل اخوها ويقول دي كاتقعدة مع واحد ولا بتبص الواحد ولا بتكلم واحد ولا بوها ولا حنسمع لسه قال لك اللبس اختيار والسلطة هتحمي الستات بس يطلع واحد يرميهم بالجزمة ويقولهم يا زواني وبعدين يقولوا عليه متخلف يقولوا عليه مجنون مش كده المسيحين ممكن يزوروا السعودية وكمان حيبنوا لهم كنايس مش كده ممكن حل دي حاجات كلها جميلة انا لا اممكن ان هناك تغيير جيد ولكنه تغيير حقيقي ام لا هل المسألة مهرجانات واغاني واحتفالات ورأس ومصرعة نساء مصرعة نسائية دي انجازات كبيرة ولا الانجازات الحقيقية هي انك تعين البنات اللي بنتكلم عنهم في قضية الشريط الابيض والعنف ضد المرأة الاختصارة وحملة كبيرة بتغير داخل المجتمع تغيير حقيقي اتكلمنا عن قضية اسماء ومازلنا بنتكلم عن قضية اسماء وحنشوف ايه اللي هيحصل فيها يعني احنا احنا شفنا الحقيقة الاكبر في الحلقة اللي فاتت مش عايز اقضي وقت كتير اتكلم في الموضوع ده لكن وشفنا الامور بصورة اوسع في اليمن شفنا العنف ضد المرأة طول السنة وضد الطفل شفوا البنت دي ماتت من كتر الضرب دي يعني كتعلقة قبل الموت افرجوا عن القب قال لك عشان ما فيش دليل يعني اذا كانت البنت كانت لسه حية وشكلها كده طب يعني لما ماتت من الضرب كان شكلها ايه على فكرة فيه صورة لها بس انا مش هحط ها الاردن والعوم في ضد المرأة اين القوانين اللي بتحمي النساء من من رجال فكرهم انه المرأة ملكية خاصة لي دبع ايدي في عينيها طلع عينيها اللي اتنين وسبها تعاني وتسرخ وتصوت قدام ولادها ليه اختلف معها وبعدين هيحبسوا قد ايه شهر اتنين تلاتة ده ايه حبسوا جرائم الشرف في كل الدول العربية ما حدش بتحبس فيها اكتر من تلاتة شهر ولا سنة ولا حاجة استنوا شوية انتوا سبقتوني بقى يعني بس خليها خلاص خليها نرجع بقى الصورة اللي بعد كده الصورة دي تعبير عن ظاهرة جديدة عجباني بصراحة الظاهرة دي ظاهرة خلع الحجاب السيدة الموجودة دي كانت مزيعة على انا باعتذر ان انا يعني نسيت اسمها اللحظة دي لكن الحقيقة انها مزيعة على قناة طيور الجنة وخلعت الحجاب والدين يا بقى ايما ما قعدتش ازاي وكانت كويسة ومش عارف ايه وبعدين عندنا حلشيحة وعندنا شهيرة وسهير رمزي واخيرا سابرين السيدة المحترمة جدا طول عمرها كممثلة تعرفين انه والدتي كانت في بعض الافلام وكانت تشتغل في الاخراج وكانت من ضمن المجموعة دي من النساء اريد تحطو لي سورة سابرين السيدة سابرين يعني انا اعرف كتير من الممثلات اللي كانوا في ايام جيل امي لكن طبعا سابرين مش من جيل امي هي من جيل انا لكن كانت ومزالت طول عمرها محترمة جدا في كل اختياراتها وفي حياتها الشخصية وفي ادبها اختارت انها تقلع الحجاب قالت الحجاب عزبني ده فكرة انا انا تأثرت سياسيا مش دينية هي حرة لكن سالخوها لانها اختارت تخالف الاسلام لكن انا بقول كده في اسم ياسوع نبوءة انه كتير من اخواتي هيتحرروا من القيد ده مش قادر انسى اليوم اللي خلعت فيه الحجاب وانا في الطيارة قلت مش هحطك على شعري تاني المطرة بتبقى بتمطر وانا مش عايزة حاجة على شعري لانه ارفض انه يوضع علي قيد لم يضع الله علي ابدا فانا سعيدة بالظاهرة دي ولسه بنرجع بقى للحقيقة وفيه ناس يعني الصورة دي واحد حطتها على التويتر بيقول انه دي سيدة في البرلمان العراقي اعتقد وهي في مطار ستوك هولم قاعدة من غير الحجاب وترجع تروح البرلمان عايزة تعمل قوانين تجوز البنت وهي عندها عمرها تسعة سنين وتلبس الحجاب وهي هناك تناقض غير عادي ودي من ضمن الامور اللي في الاسلام انه انت ممكن تبقى حاجة وانت مستخبي وبرا للناس تظهر بحاجة تانية اخر حاجة عايزة اقولها الظاهرة اللي لازم نتوقف عندها هي دور النسويات في كل البلاد العربية دي الظاهرة اللي لازم نوقف عندها دول ايضا شهود على العصر دول شهود عاشوا وكتبوا وتكلموا وقرخوا ولم يعينهم الاسلام بل استعانوا بالعقل واحنا دلوقتي بنصلي انه يكون دورنا احنا بقى هو دور الشهاد الاخير بقول الرسالة دي لكل المؤمنين الرسالة العزمة الخبر الصار الله المحب والعادل اللي بيتواصل معانا علشان يقولنا كده اعدلوا الميزان اتكلموا بالحق من زمن اشعياء النبي والرب بيقولنا كده كبشر انتم شهود يقول الرب انا هو قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون في سفر اعمال الرسل فيه اية يعني وقفني عندها الرب وانا بحضر للحلقة دي انا عايز اقولكم ان انا طول الليل قبل ما اختار اسم الحلقة الرب الرب كان بيقول لي كده في الحلم وانا نايمة انتم شهودي انتم شهودي صحيت على الصوت ده كذا مرة وروح تدورت لقيت لقيت انه رب يسوع في الكنيسة بيقول الكنيسة في سفر الاعمال بيقولهم كده لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونوا لي شهودا في ارشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى اقاسي الارض وانا عرفت انه هي دي رسالة الحلقة دي بنصلي ان احنا نعم نحمل المعنى الحقيقي لانه انا وانت نكون هذا الشاهد اللي بيتكلم عنه الكتاب في سفر الاعمال وفي سفر الرؤية الشاهد اللي يشهد حتى الموت لانه الهدف والمركز هو المسيح ونكون بنقول كلنا كده مع بعض قد ما تكلمنا عن اللي حصل السنة اللي فاتت اذا كان انجازات اذا كان الام اذا كان مشاكل اذا كان تقدم اذا كان صعوبات اذا كان خدمات قد ما تكلمنا عن كل عمل وضعنا يد فيه او فكري فيه او وقت فيه او صلاة فيه نقول في اسم يسوع عني عن اخواتي عن الخدام اللي بيخدموا معانا عن فارقنا كله بنقول يا رب ليس لنا ولكن لاسمك تعطي مجدا بنقول يا رب ليس لنا ولكن لاسمك تعطي مجدا في وسط العالم الاسلامي كله يظهر مجدك يظهر حقك يا رب تحرك قلوب اولادك وبناتك انهم يكونوا شهود وشهداء للحق يا رب حتى اخر نفس في حياتنا تكون انت الكلمة الحلوة وانت طريق النور وانت الهدف والحل والمحبة المقدمة انت يا رب ليس لصلاح فينا ولكن لما وضعت فينا انت من روحك القدس تعمل فينا بقوة في اسم يسوع المسيح كل المؤمنين اخواتي العابرين والعابرات خدام الرب في كل مكان المثقلين بانهم يخدموا في العالم الاسلامي بقوة الروح القدس العامل فينا الرب يغيرنا حتى نكون شهادة صالحة كاملة لمجد يسوع كل شيء في حياتنا يمثل محبة الله لابنائه احبائي بشكركم كل سنة وانتو طيبين والقاكم في العام الجديد بافكار جديدة واحلام جديدة ومعجزات جديدة هيعملها الرب في وسطنا وامال للعام القادم اللي حنمشي فيه مع الرب يسوع معا وإلى اللقاء